دشنا وكيل أول وزارة الداخلية الورقن محمد سلم العبود الشريف بالمكتب المتقدم لوزارة الداخلية بسيئون البرامج التوعوي الانضباط الأمني والوظيف لرجال الأمن الشرطة وفي افتتاح البرامج بحضور وكيل وزارة الداخلية الواء عبد الماجد العامري والواء مصحب الصوفي مساعد المفتش العام وعدد من مديري عموم الإدارات العامة بالوزارة ثمن الوكيل الشريف الجهود التي يبذلها رجال الأمن الشرطة مع تعزيز في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكنة العامة منوها أن استمرار تلك الثمرة يتطلب الاستمرار في الانتزام الوظيفي أثناء العمل والمتابعة المتواصلة لتنفيذ المهام المناطة بأفراد الشرطة في خدمة المواطن وحماية مكتسباته الوطنية والمنشآت العامة والخاصة فيما أشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء مصعب الصوفي إلى حرص قيادة الوزارة على المتابعة الحثيثة في تعزي أداء المصالح ذات الارتباط المباشر بالمواطن لتسهيل الحصول على الخدمة والتخفيف من معاناته